شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة درة تاج المدن المصرية أصبحت علامة فارقة في مدن الجيل الرابع بالجمهورية الجديدة اليوم شهدت العاصمة الإدارية مرحلة جديدة ضمن رؤية مستقبلية للتطوير العمراني القائم وبناء المستقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ليشهد تسليم ثلاثة أبراج بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنفذها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية بنأمل ونحلم ان ان شاء الله الفترة الجاية تتصارع أكتر خطأ التنمية في كل المدن الجديدة مش هنا فقط لان احنا كنا كلنا عايشين وبنشتكي ودايما كل الناس يقولوا احنا عايشين على 6% 7% من مصر طب انت هنفضل كده لغاية امتى؟ طب احنا عشان نتوسع ونضاعف الرقعة المعمورة من الدولة المفروض نعمل ايه؟ طرق ومدن ومناطق صناعية وارضي استسلاح وخدمات وكل الكلام ده فاحنا الحمد لله النهاردة المشروعات المفتوحة معمولة على مساحة لما تكتمل التنمية هنبقى على 14% من مساحة مصر وقد قاربت عدة مناطق على الانتهاء بالعاصمة الادارية الجديدة منها منطقة الابراج والحي الحكومي والمجمعات السكنية الاخرى ليصل عدد القاطنين بها الى ما يقرب من 50 الف ساكن ولم تكتفي الدولة باسكان العاصمة الادارية فقط فقد وصل عدد وحدات الشباب ومحدود الدخل الى مليون وحدة حتى الان في مختلف المدن الجديدة والقائمة وتعتبر تحركات الدولة المصرية في هذا الصدد ضمن استراتيجية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وتوفير اكبر عدد من فرص العمل لاجيال الحاضر والمستقبل تطوير العمران القائم وبناء المستقبل لعدم تكرار اخطاء الماضي توجه انتهجته الدولة خلال الفترة الماضية لتحقيق حياة افضل للمواطن في عدد من المجالات الاسكان سواء عائليا كان او اداري كريم بيبرز التلفزيون المصري انهت البرصة وتعاملات جلست اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تدولات بلغت 4 مليارات و100 مليون جنيه ليربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.79 من 100% ليغلق عند مستوى 25.974 نقطة كما اتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 6.140 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.78 من 100% ليغلق عند مستوى 8.714 نقطة تعتزم الادارة الوطنية لتنظيم المالي في الصين تغليض العقوبات على الجرائم المالية وتسريع فترة مقادات المتورطين فيها من خلال قواعد تنظيمية صارمة وذكرت الادارة التي تشرف على القطاع المالي في الصين البالغ حجمه 57 تريليون دولار ان هذا النهج سيتضمن عدم تسامح مطلقا مع جميع الافعال غير القانونية ومعاقبة كبار المسؤولين وليس المرؤوسين بحسب اشتركوا في القناة